موسيقى نتحول إلى تطورات الملف في الأزمة الروسية الأوكرانية حيث آرب رئيس الصيني شين جينبينغ عن ثقته بأن زيارته إلى روسيا ستعطي زخما جديدا للعلاقات بين البلدين وصفا بكين وموسكو بأنهما جاران جيدا وشريكا موسقا هذا قد وصل الرئيس الصيني إلى موسكو في زيارة يلتقي خلال نظيره الروسي فلادمير بوتين وهذه أول زيارة للرئيس الصيني إلى روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا كما أنها أول زيارة إلى موسكو منذ حوالي أربع سنوات أعلن الكريملين أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين ونظيره الصيني تشي جينبينغ سيبحث عن الخطة التي اقترحتها بكين لتنسوية النزاع في أوكرانيا خلال قمتهما في روسيا هذا الأسبوع وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن الموضوعات الواردة في الخطة ستشكل جزءا من المحادثات مشددا لأن الولايات المتحدة تصر على مواقفها القائمة بالفعل على مواصلة تأجيج النزاع وعرقلة خفض حدة الأعمال الحربية ومواصلة إغراق أوكرانيا بالأسلحة بالأسلحة